قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أل بفرج الكربات منه؟ الله سبحانه وتعالى قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون الكرب دي كلها الله بنجيك منها سبحانه وتعالى والزول الموحف الزات وجمال زول نجيد والله تلقاه معتمد على الله أستجوا الناس الباهم دي اللي يجوا الواحد من بيت نحسبهم يعني يجي من بيته داري بيع ويشتري متوكل على الله داق بتاع زراعة تلقى متوكل على الله بخد البزرة جوالواطة بيتفنى بيمشي بنوم بقويمة لمنه ما هالله متوكل على الله سبحانه وتعالى دا شغال تجارة بيجاي متوكل على الله ما تعتمد لك على شي تاني والله ما يقول لك وأنا دا أركز على نقطة معينة شفتها منتشرة في البلد دي هس البلد دي ما شاء الله كثير مننا يعني أنا غايتوا مما جينا ما اسمي أنا زول عتر قال يا فكفلان ودي حاجة كويسة جدا لأنه فكفلان دا ليه نفسه ليه نفسه أنا ما دا أن نشتم ولا دا أن ننبز ركز في كلامنا دا كويس ما دا أن نشتم ولا دا أن ننبز عندنا أردك معلومة قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أسأف عليها ما فيه زعل وما تناديه ما تناديدي ما نبز قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك الله قال لك زولك ما ينفع أنت ابتغلت الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لكن القضية الخطرة الآن موجودة هنا موضوع الحجبات والعروق وهم بتارة والجماعة ديل شوفت ديل دا ناسي بديك أدلة قرآن وسنة بس وهم قاعدين وهم ذاته لو قاعدين جوي بيع ولا كان إحنا جاهزين له نسي الناظر ونسي دهنا نناظرهم في الملادي والله والله طوالي جيبون هنا دي ما فيشي وقل لك هنا الطلقة مبتمش فيه أنا والله يدي دي تمش فيك خلي الطلقة جيبوا أسي للبسلاق وحجاب على وجه الأرض اللي فينا دي والله أنا قرأت الكرسي ديك بني لما النفسك يكتم تلعب ولا شنو ما في حجبات بتنفع كله هوا ساي كله لخبة ساي حجبات يا القرآن دا نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول كان ملبس الدرع ما ليبيس حجاب وتحددك جيب لي حديث الرسول ليبيس حجاب ما في الرسول عليه الصلاة والسلام نزل على القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين والقرآن دا لما الله نزلوا جماعة نزلوا عشان نقرأوا وندعلموا وندبروا ونفهم المراد منه والمراد بيه ونسلك دربوا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب جماعة لم فيه قطعوا شوف كتاب الله دا سهوليش واحدين قطعوا سهو زخارف في البيوت زخرفة في البيوت سهي زخرفة واحدين كتابوا في ألواح حتو محايا حتو في باغات وكريستالات ويدوك تقرطع الشيخ لما نعيه بيمشي المستشفى يدو حقنا وإتا لما انتعيه يديك البوزاخ دا ولك هاك أشرب ياخ تشرب شنو ياخ امرضك وزات والله سكنوا بلاوي ومصائب ما أنزل الله تعالى بها من سلطان بلاوي سهي وتلقاوا يعملوا بخرات يدق له ويخطوا في كانون ويغطوك بابة تانية يقول لك هاك تبخروا دا كل جماعة ما أنزل الله بيمسوك واحدين تانين يلفلفوا يقول لك حجبات شوف عبد الله بن مسعود قال حرام تعمل حجاب من القرآن عبد الله بن مسعود عيشة رضي الله عنها قالت حرام تعمل حجاب من القرآن عبد الله بن عكيم زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال حرام تعمل حجاب من القرآن عقبة بن عامر صحاب قال حرام تعمل حجاب من القرآن دي الصحابة حزيف بن اليمن رضي الله عنه قال حرام تعمل حجاب من القرآن ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة قال من علقت مهمة فقد أشرك ما كلام خطير فقد أشرك ليه يا جماعة أشرك لأنه النافع منه الله والبملكة الضر منه الله وإنت لما تعلق الحجاب ده معناه بتعتقد فيه والنفع والضر والله زول تقول له كده خمشة العقرب دي شيلة أقول لك عقرب هاي أقول لك هذول دي خطرة البس حجابه تقول له البس الحجاب البس الحجاب تقول له أمسكه بخمشة طوالي ده عقيته في الله ولا في حجابه ده قبيل أبا يشيله لما اللبس الحجاب قام شاله مع ناس زول ده معتمد على منه على الحجاب ده الشرك بالله في امتى المسألة هو الحجاب ده بمسكه من العقرب لأنه فيه شيطان فيه شياطين ولكن عشاكد أقرأت الكرسي وقل له أمسك العقرب دي والله إما نشفت ريقه تعال قابلنانا والله تطق لك تقى ولا بسينا أخفي البطن واحد تلق لك دي تعمل للطلق دي كدي بس تنفضك دي تنفضك دي ما نجاسات مع شغل بتاع الشياطين وجنون بس لكن كده أقرأ القرآن أقرأ القرآن وقل له الله انفضك دي والله إما ودتك المقابر تعال قابلنا ولذلك الله في القرآن قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو لا حجاب بنفعك لا ورق بتنفعك لا ودع بتنفعك ولا غيره وشيله من الناس قروش ولك ده حجاب رزق وبيعه بقروش هو بتاع رزق كيف تبيعه بقروش هو كان بتاع رزق اتدار لك قروش له ما تلبسه وتقعد تصنقر في بيتك اجي بيعه في السوق واحدين بيجوا هنا أنا كلموا الناس المنطقة أستي واحد هنا دي محب عباس كلمني هنا دي واحد بيجاي ساكن بيجاي قدام كدي دي يبيع خمسة مليون يمروك من هنا وستة مليون لغتا الناس بيبيعه في الباهم وببيع له في حاجات زي السفة قدر كدي يبيع فيها يخش في الناس تعالس هنا دي نجربه ألبس حجاب بتاع بنيا أنا بجربه في كس دي هنا دي وقتي بس بقرأة الكرسي ونشوف الشغال دي بتصلك ولا ما بتصلك والله الذي لا إلى غيره ولذلك كله هوس خدعوا الأمة دي الله قال في القرآن قل لي يصيبنا نحن مصدقين كلام الله ده ومعتمدين عليه لابن علك حجاب ولا ودعة ولا محاية عندنا فيها عقيدة ولا بخرة ولا شيخ ولا فكي ولا تراب ولا قبة ولا بيان الله بس الخلق الكون ده ما اسكين فيه والله فيها قوة منه فيها عظم منه بس نحن ذارين الناس تدعلك بيه الكريم سبحانه وتعالى يا غياء الله جل وعلا قال في القرآن وإن يمسسك الله بضر كررت مرتين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يخي الله في القرآن قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والله سبحانه وتعالى قال في القرآن بيبين لك ته يوريك لا تدعلك بيدة ولا دة ولا دة ولا دة قال وما يستوي البحراني هذا عذب فرات شو الله دا قوي كيف هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج هذه البحرين واحد طاعم واحد شنو واحد مسيخ ملح قال ومن كل من الطاعم والمسيخ ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير شو البشر ديل وغير البشر الله والراك ما عنده نيش ما يملكون من قطمير قطمير دا جماعة تمرة 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 الواحدة دي تشقة المصماسة الجوة النواء المصماسة فيها غشاء بيض بس القطمير الحاجة البيضة دي بين المصماسة والتمرة قالوا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم شغالت جنب القبر أبويا الشيخ الحقني ما بحلك ما سامعك لو فتحت القبر شلطة الطوب والتراب وشلطة الكفن ودنقرت ليه في أضانه أبويا الشيخ أقسم بالله ما يسمعك في أضانه ما يسمعك لأنه قال لك وما أنت بمسمع من في القبور قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وما بسمع لكن دار تجادل كثير قال لك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز عشان كذي رب العزة والجلال قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرضتهم وكان الإنسان كفورا فالزول أجماعة يكون على التوحيد لا في شيخ بنفع ولا شيخ بدر ولا في شيخ بعلم الغيب تعارف الناس زيل أجماعة هوي الناس زيل في سورة العمران قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه بخوف كت من الأول يبتعنه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين تعارف لي في التفسير وفي تفسير قول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يقول لك الزول دا عنده خدام وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض من نبيه خاتموا في السودان وخاتموا أرغام سليمان دا تشغل براه هناك عليه السلام والله قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده دا لو استلمنا جدلاً جدلاً مع أنه الله قال في القرآن واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراهم ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يقولوا اللي بتعامل بالشياطين يا أخ طلاصم وأشياء وأسماء سهسهوب وطهطهوب وشعشع وما بعرف إيه لهوب وبلاوي وأسماء غريبة جدا والله الذي إله إلى غيره يجي في النهاية تقرب للشيطان والشيطان ذاته قال لك جماعة قالوا كي ربنا استمتع بعضنا ببعض في حاجات كعب أبياناته معروف الكلام ده ما قرآن تعد أنصوش ده قرآن عديل كلام الله سبحانه وتعالى استمتاع ده شيطان يتكيف وتلقاه دار العزة وكذي الأخير وأنه كان رجال من الإنسي يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة ده لك يخوفوا ديل ويزيدون بلاوي ويزيدون مشاكل وأشياء كثيرة على وجه من أوجه التفسير وبعد ده مش يدعاون مع الشياطين يجي يعمل لك شيئة زي دي يقول لك الورقة دي غزة في الحيطة حاجتك الرائحة بتجير هاجع حاجتك الرائحة انت عرفتها كيف تبتعلم الغيب قال لا يعلمهم في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون والله والعلم قالوا حرام شرعا كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال حرام شرعا تخاف من الدجالين حرام لأنه قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وما عندهم شي تتخايفين ساي مش ديل سحر الدجالين بتاعنا السحر بتاعنا الحجبات بتاعنا العروق بتاعنا اللخبة تديل ما عندهم شي والله ما عندهم شي الله قال في القرآن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إن إذا وقب ومن شر النفاثات في شنو في العقد في العقد في العقد ومن شر حاسد إن إذا حسد وقال في القرآن ولا يفلح الساحر حيث أتى وقال لهموسى عليه السلام لا تخف إنك أنت الأعلى والله وألقي ما في جمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والنبي عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم من رواية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال لا تأتيهم ما تمشي لهم الدجالين دي ولا تشتري منهم وقروشك دي الله بيسألك منها لا تشتري عرك لا تشتري ودعه لا تشتري حجاب لا تشتري بخرة لا تشتري محاية قول لها زول شوف شغلتك عندك عتود قول ليه ولا ما عندك عندك خروف نشتري منك عتود نشتري عندك حجاب ألبس واتخرجتها يا زول وشاء الله كتبوا في اللوحة المحفوظ هتا بتصدوا بحجابك ده هساء الله كان كتب لك أجل معين الله حجابك ده بزيح الأجل بيقدر أن دار ليه حجاب هاي قاعدني ليه وما القيامات عندك؟ قول لك لا والله أجلك ده كان تم حجاب ده ما بيشتغل أنا ما بيشتغل أنا فايدة شنو فايدة شنو عندنا نعرف فايدة شنو كلها والسايق وتغير بتاعنا الوديع ست الوديع أرمي الوديع لي كشكشي ما شفتها في الغنيا؟ يكشكشوا بيجنب ولك بكرة بيحصل لك كدي وبعد بكرة وبلاوي وما تدري نفسهم ماذا تكسبوا غدا شفت القرآن ده القرآن ده كلام الله ده بفرتق ليك الجماعة ده الجد والله بفرتقهم ليك كلهم ما بخلي فيهم حاجة والله الذي ليه لغيره الناس ما بيخجلوا الناس جايبين بهايمون يبيعوا ديلك بيغاذي جايبين بقرون يبيعوا بيغاذي ده جايبين لهم حمير ببيعوا ده بدل يبقى مع الرجالي جيب لي بهايم وجيب ليه حاجة جايب ليه حاجات كلهم لقطة براو تاك 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 وعظمات وهنا يقول لك دي بركة تفكي فلان يا زول يبرك فيك ناقة تبرك فيك ما بركة بتاع تفكي ولا أنا ما هو دل فيهم بركة يا زول البركة ما في في دل ما عندهم بركة لأنه البركة ما بتجي مع الشرك والبركة ما بتجي مع المعاصي والبركة ما بتجي مع ما يغضب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات الربا ما فيه بركة الشرك ده أكبر من الربا كيف يكون في بركة فموضوع طويل وكلام طويل جدا ونحن أنا غايت باكتفي بالقدر ده أقدم يعني أخانا الشيخ حفظه الله شهاب عوض إن شاء الله يذكر الناس جزاكم الله خير